بعد انتخابات تشريعية عراقية شهدت أقل نسبة مشاركة منذ 2005 ووصفت الأمم المتحدة المشاركة فيها بالمخيبة للأمال أعلنت المفاوضية العليا النتائج الأولية للانتخابات المباكرة المفاوضية العليا للانتخابات قالت في بيان رسمي أن نتائج الأولية أظهرت فوز الكتلة الصدرية بإزعامة مختد الصدر بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية وحل حزم تقدم بزعمة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في المركز الثاني بعد انحصد ثمانية وثلاثين مقعدا ليغسي تحالف الفتح التابع للحشد الشعبي الذي كان القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته وردا على بيان صادر عن الإطار التنسيقي للقوى الشيعية الذي أعلن رفضه للنتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المباكرة التي جرت يوم الأحد أكدت المفاوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية التزامها بالقانون والإجراءات أثناء العملية الانتخابية عضو الفريق الإعلامي للمفاوضية عماد جميل وفي تصريح صحفي أكد على حق الجميع في التقدم بالطعون خلال فترة زمانية تمتد لثلاثة أيام مبديا استعداد المفاوضية بالتحقيق في الطعون التي ستتقدم بها القوى الخاسرة في الانتخابات رافضا في الوقت نفسه الاتهام بالتلاعب بنتائج الانتخابات كما وأعلنت قوى قريبة من تحالف الفتح الذي خسر في الانتخابات العراقية أنها ستطعن في النتائج المعلنة مؤكدة رفضها لتلك النتائج بدوره حفى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جميع الأطراف المعنية على احترام الجدول الزماني للعملية الانتخابية في العراق داعيا إلى تشكيل الحكومة في أسرع وقت لتشكيل الحكومة في الانتخابات لتشكيل الحكومة في الانتخابات